ابوه قصيدة طيب عبرك لكم ياها العنيزة شاعره رحمة الله عليه شاعر معروف وجالس على كرسي الشعر بدون منازع وانا حافظ له قصيدة يوم عمري اثنى عشر سنة وبعدين يوم تسبرت نص صلاع مني ودورتها بهالديرة ودورتها بالرياض ودورتها بكل محل وكل يقول يعرفها فلان ومات ويعرفها فلان ومات يعرفها فلان ومات كان واحد وقال انه موجودة معرض الكتاب بالكويت متى قال عقب اربعة ايام يبي يفتتح وانا اتصل على سعود اسهلي اللي بهذا سعود النصيب اللي توفي رحمة الله عليها كالحين بالكويت قلت انا ما اندل الكويت مرترن جاية قال وش تابي قلت لي بك لزوم وانا اشرع من حايل للرياضة من الرياضة للكويت ويوم طلعت لو والله علىها كالنزل الموبيل جاعد يتحران انو والله وسلم عليه وتخلاني والبيتها وش عندك بالكويت قلت والله دور لي ذاهبه ويقولون ان عندكم معرض الكتاب يبي يفتتح يوم ولاحد بزعين ربعة ايام ثلاثة ايام قال انا اشتغل على البدالة بالقصر الاميري واسمع كل حسي الناس بو يعني مهم لي هالدرجي قلت لو ما هو مهم ما جيتك من حايل دخلناه ودورناه بحرف العين سألنا للفهرس وقال تلقونا بحرف العين دورناه يجي ثلاث ساعي ما لقيناه وانكس الرفيزي اللي بعنيزه صارت نكستي على سياره السيارة للقطب ومر عنيزه لازم امره لا مني جيته قال اشو انك جيته انا ولا انتم خسرناه ليه قال حنم عزومين عند مدير الهلالة الاحمر ام مزرعته مدري عدو انهيبو مزرعت مدير الهلالة الاحمر راح نبليل وطلع نبليل مدري وانهيبو منينت جاي قلت من الكويت ادور قصيدة لمحمد القاضي قال بولو شايب ان يعزموا مدير الهلالة الاحمر اذا جاء اسأله عنه اذا ما لقيته عنده لا دوره في السعودية كله والله يمتع الشينا قلش فالي حضر انخله ينقش سنونه ما عرفه فلان بفلان اعتيبي دانس عليها وقضب ولا يقوم وسلم عليه من انت قلت ما تعرف ان قلت لا ولا لا عرف قلت لا ولا ما تعرف ان ولا بحياتك شفتها لكن ان دولي ذهب والذهب عندك قال وشي قلت قصيدة القاضي قال ايه ان قلت لهذا مشده قال والله عدح الناس 11 وثلاثها العيب الراعي للساعة والحري مهم طيعة ان يقومني زين انك هوي لكن اعطني عنوانك بالبريد ورسلها لك اعطيته العنوان وان اسري الحالي لان خذيت خمسة ايام وانا مر البريد له والله طابع بله زرف نصفر هالكبر وانا اشق وقراها اربع مره وقطع واجدع ما والله طلعت بهالبريد بس اللي ضايع حطيته محله والله تعتبر من اندر الشعر الشعبي ومن اندر الشعر نجد رحمة الله عليه ولكم طولة العمر وارجو مما سنعها الابيات يدعو له بالمغفرة لانه ميت ولو حق علينا يقول عسى عسالي بل عسى يبعدال اسال يغطي خطم سبط المسى الشمس ساتر فيجا ما لقابي داج فيلاج مهجتي رجيته رجوة رجوة راج طاير بل اقدار دارم دير الافكار دالبيت سمافر دولاب الدوليب شاطر اسائل رسول الرسل يرسل رسائلي كمني اسير بل مع اسير حاسر يهالعوصة الهجن والوجن بل عجل عجولي عجال قدر فينجال صادر على على سيم وهجن همايم هميمات همات انحداد النواضر هجن هجهيج منه هجلوجه التروم طمع قطع الحزوم الدعاثر من اجيب ناجيب المواجيب واجبي وعلى منتعال الكور فرض نبادر بل ارسان بامراسر بوعروس عوصق من الضيج فيج في دائر الفكر حاضر اسجلك تسجيل السجنجل سجلتي ازجه زاق من زجاج المحافر سطر لططر طرس القراطيس والوطر خطر كالمطر من زجر حور الزواجر سلام تسلسل من سلايل المسائلي بل ارسال سار ابسر الاسرار ساهر سلام خضوع من وضوع النضاعف سلف الف 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 ين يلف الولف باهر تحيات حي عدة الحي والحي تلالة ليليهن تلالة جواهر ومطيف اللطيف منظريف ينمز نورهم في الناره نور نار المشاعر فلما انتهى يهدى ليمنتهى البها صفي صفالي بالتصافي معاشر فهو سيد ساداتي وقادات مهجتي حبيبي رحيبي عري الريب طاهر نشى بالهوى شاهل ما هشار جلبها كمغصن موزن نعم فوق ساهر طفل اللطيف اللي عطوفني الياطر طواري طيرنا دموع المحاجر انسال عم منسال عنهم ملاسة لطوالياس وامسح حاسر القسم ساهر قوله ولو طالني وبعد المدى تراني على العهد الذي كان خابر نهاري قليس مسجلاتي وبدق قليس الجوار السهرات الزواهر اجول ولي قلب خيول نموجل سجيمن امجي من بي هو لكم سافر لكني بروقيت الهواجيس لو جهت غريج بلقيت البحور الزواجر في قلقل ابلاجي لقت الموج والتقى على حال جانب قامد الصبر عابر فلولا اللو ثم تلويت ليتني لداع الغراب اني مجيب انمبادر اعلل علي لانعلتها على العرفها ومنشف شافيها شافيه قادر فلو بلبة لو بالي عذالي او عالجه فلفيه لاو يمنكر الشوق باير ولا لامني الا لئي من بلامها علامي الاوي لاي من غير عادل رحمة الله عليها ولكم طوالة العمر